تأهب في الرياض قلق في صنعاء وتحذير من الشرعية تداعيات تالية لمقتل القيادي الإيراني قاسم سليماني بطائرات أمريكية في العراق فالسعودية التي تشعر بكونها المستهدفة الأولى من أي ردود إيرانية محتملة تعيش حالة تخوف من تكرار الهجمات على مواقع استراتيجية تابعة لها ووفق مصادر لصحيفة الشرق الأوسط فإن قيادات عسكرية سعودية عليا عقدت لقاء مع مسؤولين عسكريين من دول وصفتها المصادر بالصديقة بهدف وضع استراتيجية مطورة للتعامل مع ميليشيا الحوثي استباقا لأي اعتداءات مرتقبة ضد منشآت مدنية واقتصادية تنفيذا لأوامر قد تمليها طهران على الحوثيين ما الذي تهدف إليه هذه الاستراتيجية المطورة؟ بحسب الصحيفة السعودية عمليات على مواقع عسكرية وضربات لاستهداف قادة معطلين للحل السياسي ولتحقيق هذه الأهداف سيتم تجهيز منظومات رصد ذات إمكانيات عالية ونشر أسراب طائرات مقاتلة ورادارات ودفاعات جوية وأسلحة نوعية حديثة بالتزامن مع هذه الاستعدادات السعودية حذرت الشرعية ميليشيا الحوثي من تحويل اليمن إلى ساحات صراع دولية على خلفية مقتل سليماني وقال وزير الإعلام معمر إليرياني إن إيران لا تريد التورط بمواجهة مباشرة مع واشنطن وقد تستخدم اليمن كمنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضي قباب المندب كانت ضربة جوية أمريكية في بغداد قد قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومثل مقتله بنظر محللين حدثا له تاثراته السلبية على دول عربية منها اليمن وهو ما يضع الباب مفتوحا أمام أي تصعدات حوثية سعودية قادمة